اليوم هددت روسيا هددت بريطانيا من أنها قد ستهاجمها داخل أوكرانيا أو خارج أوكرانيا هذه من صرات مرات لكن هذا المرة من وزارة الخارجية فوزارة الخارجية استدعت السفير البريطاني ووجهت له تحذير شديد اللهجة بعد استدعته وبخته وقالت لماذا استدعية لأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قال حق أوكرانيا بضرب أراضي روسيا بواسطة أسلحة بريطانية الغربيون عموما وهم داروا شرط من الشروط داروه للأوكران قالوا نعطوكم الأسلحة وعطوهم أسلحة بلا حدود وما زالوا لكن قالوا بشرط أن هذه الأسلحة التي نعطوها لكم ما تضربش داخل التراب الروسي داخل أراضي الفيدرالية الروسية المعترفة بها في البداية كانوا يقولون لهم حتى ما تضربش حتى جزيرة القرم بعدين رفعوا عليهم شرط جزيرة القرم قالوا لهم لكن ما تضربوش بها داخل أراضي الروسية ولذلك كانت بريطانيا والولايات المتحدة يعطوهم سواريخ ما توصلش إلى الأراضي الروسية ويحددوهم الأماكن اللي لازم تنطلق من هذه السواريخ هايمر صغيرة مرات قليلة كان يخرج مسؤول هنا أو هناك من دول بلطيق مثلا دول صغيرة أو من فولندا أو يقول يجب أن تستخدم الأسلحة الغربية حتى ضد العراضي الروسية لكن البريطانيين الأمريكيين والألمان ضلوا دائما أعتقد فرنسا قالتها أيضا مرة ضلوا دائما حذيرين في هذا الموضوع لكن خرج 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 على ما اتفق عليه اللي هو زي الخارجية هنا في بريطانيا وقال من أن تستطيع أوكرانيا أن تستخدم الأسلحة اللي عطيناها لكي تضرب داخل روسيا هذا يعتبر استفزاز كبير للروس جاء في بيان الخارجية الروسية أنه تمت الإشارة لكيسي لكيسي هذا هو الوزير السفير بحزم أن الهجوم العدائي الذي قام به كاميرون يتعارض بشكل مباشر مع التأكيدات التي قدمها الجانب البريطاني سابقا عند نقل سواريخ كروز بعيدة المدى إلى نظام كيف والتي قال أنها لن تستخدم تحت أي ظرف من الظروف لضرب الأراضي الروسية إذن هنا الروس يذكرون البريطانيين من أنهم أنتم التزمتم وقلتم أنكم السلاح اللي تسلموه لكييف لأوكرانيا لن يستخدم خارج أرض المعركة داخل أوكرانيا طبعا روسيا تعتبر أجزاء من أوكرانيا أرضها لكن هم متفقين على أن الحديث لا يستخدم داخل ما هو معطرف بالفيدرالي الروسية فهذا تغير في الموقف البريطاني الموقف البريطاني لماذا تغير؟ لأسباب متعددة في الحقيقة خاصة الضغط الفرنسي ضغط فرنسي وبدأ هناك ضغط ألماني بشكل عام لكن الألمان افتجاه آخر الألمان الآن يقولوا استمعت لبعض كبار المسؤولين نعتقد كان واحد منهم قائد الجيش الألماني أو نائب انتاو قال يجب أن نتحضر لأننا على أبواب أحداث هائلة تحدثون على أنهم على أبواب حرب حرب كبرى عندما استمعت لا تذكرت وأنا قارئ للتاريخ كيف كانت الأحداث قبل الحرب العالمية الأولى تشبه كثيرا هذه الأوضاع فالحرب العالمية الأولى لم تكن تسمى الحرب العالمية الأولى بالمناسبة كانت تسمى الحرب الكبرى لما جات ثانية للحرب الثانية العالمية الثانية ولا تسمى الحرب العالمية الأولى لأنه نصبح فيه ثانية لكن أنا ذاك كانت تسمى أو الحرب الكبرى قبل الحرب الكبرى اللي يقارئ للتاريخ ويعرف أو يتابع هذه الأشياء يعرف بأنه كان هناك حالة من التوترات بين الدول ومن القلق على الصعيد العالمي يشبه كثيرا بل الوضع للقلق العالمي الآن أكثر من الحرب العالمي ولذلك الكثيرين يتوقعون حرب عالمية قادة عسكريين وأمنيين في ألمانيا قالوا يجب أن نتحضر لها وأننا على أبواب هذه الحرب ولا تزيد عن 2027 كثيرين يتوقعون من أن حرب عالمية على الأبواب لن تزيد على عام 2027 هذا هو بعض المفكرين بعض الكتاب بعض المحلين وبعض العسكريين لما تخرج من العسكريين أهم لأن هذون عندهم حرمعيشين الأمور واقعيا يعني مش فقط في الأفكار أو في التحليل لكن لخلها كاميروني يقول هذا الفرنسيين الآن هم الذين يقودون الفرنسيين في البداية الحرب تتذكرون جميعا أن ماكرو راح هناك ولقي بوتين حتى كانت هذه الطاولة تتذكرون كانوا جلسين بيناتهم 7 مترات مازال زمن أوكران زمن الكورونا وكانت طريقة بوتين أيضا كي يهين ماكرون فحطوا بعيد عليه ب7 مترات يعني وما سلمش عليه ما التقاش كانوا معاد أولا لأن بوتين كان يخشى من أن يتم تسميمه بطريقة أو بأخرى ويخشى من الكورونا وكان أيضا يريد إهانة ماكرون معنى ماكرون ظل الأشهر الأولى يقول ما لازمش نحجز بوتين في الزاوية يجب نعطله طرق وفرنسا لم تقدم أسلحة الأوكران إلا متأخرا وخطابها كان خف بكثير من بريطانيا والولايات المتحدة لكن الآن اللي يقود الخطاب ضد الروس هما الفرنسيس إلى درجة أن ماكرون قبل أشهر أحدث درجة في أوروبا كما تعرفون عندما قال سنرسل وعلى الحلف الأطلسي أن يرسل بوتسون دي جراوند أن يرسل عسكر من الحلف الأطلسي إلى أوكرانيا لقتال الروس كانت تحدث الضجة رفضها الإيطاليون والألمان والبريطانيين سكتوا إلى آخره لكن الفرنسيين يريدون ذلك لماذا؟ لماذا فرنسا اللي كانت تحاول بكل الطرق بل بالعكس فرنسا كانت تقول رح وزير الداخلية هذا دارمانا اللي رح عند العصابة في الجزائر ويقهقه معهم شفناه رح بعد غزة وبعد كل الموقف الفرنسي مع سهاينة رح دارمانا واستقبلها وكان قهقهات في رئاس جمهورية دارمانا هذا رح وقال أن عدونا الحقيقي العدو الأول للغرب هو الإرهاب الإسلامي السني قالها في الصين هذا قالها قبل عام وشوية وهذا لماذا؟ لأن داخل الإدارات الفرنسية ونقاشات اللي سائدة كانت أنا ذاك في الأشهر الأولى للحرب ضد أوكرانيا تخبرت تقول في السنة الأولى للحرب ضد أوكرانيا كانت كلها تقول يجب أن لا نبتعد عن الحرب ضد الإسلاموية ضد الإسلاميين ضد الإسلاميس كل مرة كيف تتعرف التسمية وأن هذا هو عدونا الحقيقي وأن روسيا نختلف معها نا والهيه لكن في نهاية المطاف روسيا عندنا كيف نواجه ولدينا الأدوات الصين شريك ومنافس وأحيانا خصم لكن عندنا كيف نواجه ولذلك درمنا قال هذا الكلام غير المسبوق كانوا دايما يقولوا الإرهاب الإسلامي بدون تحديد لكن يومها وكانها كما يقال أيضا إشارة إلى قال العدو انتاعنا هو الإرهاب الإسلامي السني لكن بعد شوية تغيرت الأمور ما زال طبعا هم عدوهم وما زالت تعرفوا في فرنسا الضغوطات الحجاب الخمار هذا لا ينتهي في فرنسا لكن أصبحت فرنسا هي أكثر المحرضين على روسيا في الحقيقة لسبب بسيط وهو أن روسيا أطاحت بها في مالي وفي بوركونافاسو وفي النيجر ثلاث دول خاصة الأخيرة النيجر من أهم الدول أو من بين الدول التي تحتاجها فرنسا وهي خاضي على فرنسا ساعدت روسيا في البداية لم يكن الأمر واضح في مالي وكانت روسيا ما تقوم به من الخلف وفي السر واستعانت كثيرا بالإمارات إلى آخره إلى آخره لكن بعدين تضحت أن روسيا في الحقيقة حتى حتى هما لما وقع الانقلاب في في النيجر في 26 جويليا الماضي 2023 كثير من الفرنسيين والمتحدثين قالوا لا نعتقد للروس دور أنا للروس دور أنا شخصيا يومها قلت ممكن جدا يكون لهم دور لكن ما فيش يعني ما فيش أدلة على ذلك لكن لا استبعد أن يكون هناك دور للروس تضح أن الروس في الحقيقة الآن يتضح أن الروس مشكلة لهم دور لعبوا دور رئيسي في الإطاحة بمحمد بازوم اللي كان محسوب على الفرنسيين وساعدوا هذا الجنرال اللي يبدو أنه تدرب أيضا عندهم تدرب في أماكن كثيرة بما فيهم في روسيا وعموما الطغمة التي تحكم النيجر اليوم هذا اللي خلى فرنسا تبينت الأمور تقريبا بعد النيجر خاصة ولكن قبلها كانت عندها مشاكل بين الروس خاصة في بوركينفاسو وفي مالي وبعد النيجر أصبح المشكلة أكبر النيجر أهم من مالي وبركينفاسو لماذا؟ لأن جزء رئيسي من اليورانيون اللي يستخدم في المفاعل النووية الفرنسية سواء السلمية أو العسكرية يأتي من النيجر وبيروستراب يعني الفرنسيس يدو فيه بعض التقريب بينما اليورانيوم مادة غالية وغالية جدا مش فقط غالية لها شروط كبيرة جدا لأنه يستخدم بصناعة النووي السلمي والعسكري وأكثر من ذلك الفترة الأخيرة طعن الروس كانوا طردوا فرنسا من ليبيا هذا في 2017-2018 كانوا تحالفوا معهم كلهم كانوا يدعموا حفتر ولكن مع الوقت بدأ الروس يدفعون بالفرنسيين خارج الليبيا وبالفعل أطحوا بيهم في ليبيا وطردوهم من عاصمة تفريقيا الوسطى بانقي واستولوا عليها الروس بانقي هذه معروفة بالألماص خاصة بالمعدن الثامينة والألماص وطردوهم من مالي وطردوهم من بوركينفاسو والآن طردوهم من النيجر وعلى أبواب أن يطردوهم من تشاد تشاد نقطة مركزية جدا شيء آخر حدث بالرغم أن الروس ما عندهمش دور فيه لكن سيستفيدون منه بقوة وهو وصول الرئيس بشيرو أو بصيرو كما يقولونه السينيغاليين لكن هو اسمه الحقيقة الحقيقة بشيرو بشير يعني هذا الشاب اللي كان في السجن ولما جرت الانتخابات فاز بها في السينيغال كان نعتقل لأسباب سياسية بشيرو تخذ قرارات فرنسا تعتبرها معادية لها خاصة وحد القرار أنا شخصيا أعتقد أنه تسرع فيه برغم أنه قرار مبدئي وقرار يجب أن يتخذ لكن أعتقد أنه تسرع فيه وهو أن العربية أصبحت هي اللغة الرسمية بدل الفرنسية في السينيغال الذين يتحدثون الفرنسية في السينيغال أكثر بكثير من الذين يتحدثون العربية في الإدارة الإدارة هي إدارة مفرنسة طبعا السينيغال هي عبارة عن قبائل كل قبيلة عندها لغتها إلى آخر اللغة لتجمع بهم اللغة الأولى الفرنسية واللغة الثانية الإنجليزية والثالثة العربية هو جاء وقال بأن اللغة الرسمية من الآن فصاعدا هي العربية هذا بالنسبة لفرنسا إعلان حرب طبعا فرنسا هدأت اللاب معاه لكن أنا لا أستبعد أن يقع انقلاب عسكري في السينيغال السينيغال لم تشهد أي انقلاب عسكري منذ قيامها ولذلك السينيغال تعتبر من أكثر البلدان الإفريقية استقرارا ولكن لا أستبعد أن يقع ضد انقلاب عسكري لماذا خاطر بأن يحارب فرنسا في نقطة تعتبر فرنسا أخطر من الاقتصاد واخطر من السياسة والاستراتيجية وهي الثقافة واللغة هل تلقى دعما من دول أخرى؟ من الروس مثلا؟ من الأمريكان؟ أستبعد الأمريكان خاصة في هذا الوقت يحتاجون الغرب عموما يحتاج بعضها في إفريقيا الآن لأنه عدة دول رأيت خاصة في الغرب هناك الصين، تركيا، إيران وخاصة روسيا لكن أعتقد أنه قراره وإن كان قرار مبدئي العربية بالنسبة ليها مع الأقل هي لغة الدين انتاحه لأنه سينيغال شعب مسلم في 95% منه وتعتبر لغة عالمية شريكة مع موريطانيا ومع دول أخرى التقلم العربية إلى آخر إلى آخره لكن أعتقد أن هذه القرارات لا تتخذ بهذه العجلة لأنه باختصار بسيط فرنسا لا يستبعد أن تقوم بانقلاب عسكري ضده وتكون هذا هو السبب الأول عموماً، الوجود رئيس آخر إذن عنده خصومات مع فرنسا بشيره وحزبه والذين وصلوا للسلطة عندهم مشاكل مع فرنسا في عدة قضايا خاصة في قضايا الهيمنة الثقافية ولكن أيضا الهيمنة الاقتصادية إلى آخره هذا زاد من متاع فرنسا في منطقة الساحل وحتى السينيغال ما يعرف بالكود ديفوار فيها قلاقل وقد تخرج من يد فرنسا تشاد على أبواب أن يخرج من يد فرنسا النيجر خرجت من يد فرنسا فأصبح إشكال هنا أصبحت فرنسا في قمة العداء للروس انتقلت من أنها كانت أقل الدول داخل المنظومة الغربية عداء الله في قضية أوكرانيا إلى أنها أصبحت الآن تقول مستعدين أن نرسل وأرسل الفرنسيين عسكر وإن كان قالوا فيما بعد أنهم ليسوا رسميين لكن أصبحوا الآن يطلبون الحلف الأطلسي بإرسال قوات عسكرية